اشتركوا في القناة او تحويلها الى اراضي سكنية نحن عنا شحة المي المي شحة تم وجودة يمنى ما نلحق المي ما يلحق البساتين حتى احنا نسقي نسقي المي بعدين شي الثاني نحفر بير هم يريد لمبالغ من فلوس نحفر البير حفرنا البير الكهرباء هنو نخلي بي غطاس الكهرباء نعاني من عدة نعاني الكهرباء حيض ضعيفة بخانقين حتى نسقي بساتين امور هواية يجعل الناس اصحاب البساتين تجذيفها وتحويلها الى دور سكنية اولا عدم داعم الحكومة للاراضي الزراعية للفلاح ثانيا وجود كثافة سكانية ثلاثا موقع حجرافي في داخل المدن غير مجدية في موضوع الحاصل ثالثا ثالثا الشحة المياه ماكو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الزراعية عامل آخر أجبر أصحاب البساتين على عرضها للبيع أسعار الأراضي أسعار خيالية لذا قاموا ببيعها واستولى عليها واشتراها مجموعة من القراصنا ومجموعة من الأحيتان التابعين للأحزاب والتابعين للجهات لها نفوذ الجهات المشترية للأراضي الزراعية متأهبة لعملية الاستيلاء لفرض مشاريعها الخاصة مستغلة حاجة أصحاب الأراضي وسوء عوامل إدامة البساتين وإدامة إنتاجيتها اندثار 80% من البساتين الزراعية في خانقين بحسب دائرة الزراعة خانقين لم يأتي من فراغ فالسلطات أوغلت في عوامل التجريف والتجاوز غير القانوني على الأراضي مستغلة تدهور الوضع الزراعي في البلاد وحاجة السكان للعيش بكرامة مستغلة تدهور الوضع الزراعي في البلاد